مرحبا شباب صباعي اليوم رح نحكي كيف نخلي الفوتوشوب شوي سمارتر اكتر عن طريق الميزة الارت بورد اللي صارت هسا ستابل بالفوتوشوب الجديد هاي الميزة بتحكي لكل شخص بده يسلم مشروع اذا بي دي اف اذا بيجز او يطبعه او يعمل بورتفوليو بما انه هسا الفترة اللي كل عم يعمل بورتفوليو لقيله وبعد ما تخرج فانا بدي احكي كيف ممكن نعمل هاي اشي بالفوتوشوب انه احنا نعمل زي صفحات نظام صفحات انا صار عندي مثلا صورة بدي اقولها عالصفحة هاي او مثلا عندي هاي اللوغو بدي اقوله عالصفحة او انا اذا كان عندي مثلا زي هيك اشي و بدي اغير لونها كيف بقدر دوبل كليك بكبسة واحدة اني اغير لونها و يتغير على كل الصفحات هذا الاشي احكي علي اليوم فتابعوني يلا نبلش اول اشي رح انا اروح على اعمال صفحة جديدة بالفوتوشوب اه طبعا انت بمزاجك تقدر تحط اي صفحة بدك اياها سواء اي 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 انا رح اروح على احكي لو بدي اي فور طبعا ما تنسى خيار انك انت بتقدر تخليها او بورتيت انا رح اخليها بورتيت هالي المرة رح اخليها انتايتلد بس رح افعل خيار جديد اسمه ارت بورد كليك رزيليوشن تلاتمية لانه اي فور اه كرار مود ار جي بي تماني بت كريت بعد ما انت تعمل هاي الصفحة رح انا اروح اسميها ب الارت بورد اللي هو زي او زي اللي عندنا يا كان سابقا بالفوتوشوب رح اسميها مثلا هاي الصفحة او اخليها ما تفرق تمام هاي الصفحة انا مبلش اعملها تعني اتفق على لهاي الصفحة فمثلا انا بدي اروح على لاير ون واعمل اه اللي هي فيل بلون اسمي مثلا بي جي اللي هي افتح مثلا على صفحة المشروع اللي عندي صور المشروع ام نيجي نحط مثلا صورة معينة بهذا المشروع مثل نيجي هاي الصورة اياها ما بتفرق معي مثلا انا امسك هاي الصورة دراق دروب خلو عندي اياها اكبرها طبعا اديروا بالكم هاي الصورة رح تكون لقي لي بكل الصفحات رح تطلع فاخدوا وقتكم انتم بتعملوا بتزاين التمبلت خدوا راحتكم انتم بتعملوا بتزاين التمبلت عشان يكون كل شيء بعد ما اعملها ممكن اني انا اجيء اخف الاباستي تبعتها او خمسة زي هيك اشي طبعا انا رح اعمل آآ ديزاين رفلي انا ما رح اشرح اليوم بالديزاين انا رح اشرح اليوم آآ بالفوتوشوب سي سي بعد ما انا اعمل مثلا هاي الاشي رح اروح اعمل مثلا ممكن اجيء اعملها هيك اوان طريق اذا بتحب تيجي تصغرها مثلا انا بدي اياها هاد الاشي كنترول جاي اعمل ستريب تاني مثلا هيك لونه ما بدي اعمل له كنترول تي وروتيشن اعمل سنتر اوفوتيشن هون طبعا هاي اشياء ديزاين انت بدك ياها تعبلها انا ما رح اكتير احكي كديزاين وايز رح احكي كفوتوشوب وايز مثلا هيك اشي بعدين انا ممكن اروح على الشايبس اللي هي عن طريق آآ اليو شورت كتها اليو عشان يعمل لي على شكل مربع آآ اخلي فيها بدون ستروك مثلا نحكي فل آآ على لون اسود بك بس شفت اذا بدك تثبت هذا البوزيشن عشان تقدر تكبر وتصغر خلنا اكبر هذا البوزيشن زي هيك اشي اوكي اوكي واعمل كنترول جاي عهذا الشكل هود الشكل بدي اعمل هون عشان اغير اللون الفل مثلا ممكن اخلي لونه زي ما شفته بالانترو دكشن مثلا زي هيك اشي اوكي او اروح اكتب هون البيج مثلا اه بي اي جي اي اوكي مثلا ممكن اعمل هذا الدزاين اكبر هذا الدزاين طبعا بدك تستخدم الكتير بامور البوردفوليو والديزاين عشان تقدر انك انت تزبط امورك طيب حلو كتير خليها هيك اشي رفلي تمام انا حاليا عم بعمل الاشي الغير متغير اللي ما رح يتغير معي بالصفحات يعني هاي كلمة ما رح تصير كلمة سيف بعديها فانا مثلا رقم واحد هون ما رح اكتبه لانه كل صفحة رح يكون في اشي جديد طيب شو بنسوي هسا بعد هيك رح اجي هون اكتب مثلا اسم المشروع اسمه ايربان افينيو اه اول رايت ريسيرفت اه خلنا اكتب ريسيرفت تو فوتوشوبرز دوت نت ممكن اجي اكتب كوبرايت اللي هي الت زيرو وان سكس ناين اه الفين وتمنطاش اجي اصغرها شوي صغيرة بتقدروا تصغروها شوي صغيرة زي هيك واحطها هون هاي الاشياء ما بتتغير هاي الاشياء رح تظلها تابتة معي بكل صفحة تمام بعد هيك رح اجي اكتب هون عنوان المشروع بطريقة كبيرة وهذا العنوان رح يظل معي بكل الصفحات واسرح تشوفوا ايش ميزت الارت بورد لما يختلط مع السمارت اوبجيكتز رح اجي اكتب اسمه ايربان افينيو نكبرو شوي نكبرو اكثر ونخلي مثلا نحكي اه ميديوم طعن حسب الفونت اللي عندك تمام لطيف جدا لطيف نيجي هسا على الفيتشر الكثير حلوة بالسمارت اوبجيكت اني انا ممكن اعملهم كلهم هذول الاشياء سيلكت واكبس رايت كليك وسمارت اوبجيكت كونفيرت تو سمارت اوبجيكت بحيث لو تغير اي اشي بهاي الصفحة يتغير عكل الصفحات بما انه ان هذا الاشي ثابت عندي ازا تمبلت فرح اجي اعملهم سيلكت وكونفيرت تو سمارت اوبجيكت وسمي هذا الاشي بايج تمبلت left وهس راح احكيلكم ليش انا سميت left تحديدا خاصة بامور الطباع انا بيبدأ ابلش بالانجليز فهي بدي سميها left هسا راح تعرفوه السبب بعد ما اخلص من هذا الاشي انا راح ادخل على الفيتشر اللي كثير حلوة اللي جاي اشرح لكم عليها اللي هي الارت بورد الارت بورد هي عبارة عن تول موجودة سابقا بادوب الاستريتر وهي العصب الاساسي لادوب الاستريتر وانضافت اه باخر اكم سنة لادوب فوتوشوب فانا راح اجي اروح على الموف تول واروح افعل الارت بورد تول مية بالمية الارت بورد تول لما اجي اكبس كليك مثلا اروح عليها تمام اش راح اتمكني اساوي بتمكني ان انا اعمل كروب لهذا الارت بورد تبعي او او اني اكبس بلس زي ما انتوا شايفين هون تحت فوق يمين يصار حاج اكبس بلس يمين فانضافت معي ارت بورد جديدة بروجيكت جديد جوا البروجيكت الاساسي بالوث والهايت اللي هم مبينين على الابشن بار الفوق فبقدر اذا انا كان عندي صفحة او فولدنج ديزاين او واتفور فممكن اني انا ايش اسوي اسوي بلس من هون بلس من هون انا ما بدي اعمل بلس ويطلع لي ارت بورد فاضية انا بدي اعمل كونترول جي او او الت واسحب من هاي الارت بورد مشان يطلع لي التمبلت زي ما هو واموري تمام هسا انا بدي احكي بالليفت والرايت بامور الضباعة لما انا اجي اطبع لازم يكون البيش تيمبلت على اليمين بالرايت اما بالليفت لازم يكون على اليسار فكيف انا ممكن اعمل هذا الاشي طلعوا معي ما تنسوا انه احنا عملناها سمارت اوبجكت كل الصورة هاي عارفين شو يعني سمارت اوبجكت كل هاي الصورة معناته اذا انا كبست دابل كليك هون راح يطلع لي التمبلت تبعتي فاذا انا مثلا اجي اتغيرت اللون الاربان افنيولا لون تاني مثلا اجي نحكي كليك لون اورنج انتر وكبست كونترول اس اني اسيف راح اروح على الفايل تبع راح الاقيها من تغيري بكل الاشياء وهذا اشي كثير حلو كثير بساعدني وبيخلي الفوتوشوب سمارتر اكتر فمثلا لو عندك لوجو ويجي تغيرت لقدام فرح يتغير على كل الصفحات وهذا الاشي كثير سمارت بالفوتوشوب لما يختلط الارت بورد بالسمارت اوبجكت بس انا لما اجي هون اعمل فليب هوريزنتل او ميرورينج لهذا الاشي انا ما بدي يتغير هون طب سيف شو الحل اذا كل اشي بيتغير الحل هون انه لما تيجي على بيج تمبلت اول اشي خلينا اعجي اسميها هاي واحد او اثنين رايت وهون بيج تمبلت رايت تمام هذا الاشي السما راح يمنع انهم يتغيروا الاثنين راح يتغيروا الاثنين مئة بالمئة بس اذا بدك يتغير هذا بدون ما يتغير السمارت اوبجكت الاول فانت ممكن تروح على قائمة اسمارت اوبجكت وكونفيرت تو سمارت اوبجكت هاي اللي عملناها اول اشي زي ما بتتذكروا انا راح اروح على خيار جديد اسمه نيو سمارت اوبجكت فيا كوبي انا اعمل لي سمارت اوبجكت لما يتغير ما يتغير الكوبيز اللي كانوا قبل كليك عليه فاطلع لي واحد جديد بيج تمبلت رايت بدون ما يتغيروا السمارت اوبجكت القبل واشطب القديم نكمل فبعد ما هذا الاشي نعمله راح نيجي نعمل double click هون ونتأكد من اني اذا انا غيرت كلمة urban اخليتها لون تاني مثلا نيجي نحكي لون اصفر واذا كبست control s طلع معي هون اش راح يصير control s فهي راح تتغير بس على هذا الاشي كثير منيح فرح ارجع انا اعمل control z واغير التمبلت من تحت طلع معي التمبلت من تحت شو هاسوي فيه راح اروح على هاي الامور سوري راح اروح عليها واكبس control t flip horizontal بعد ما اكون انا عاملهم select كلهم طب سيف انت عملت flip horizontal التكست كمان مية بالمية انا بدي اعمله flip عشان لما اجي بعدين اعمله flip horizontal ما يكون متغير مكانه بالصفحة كنترل T ما يكون متغير مكانه بالصفحة عندي ايها هون اتأكد اموري تمام قبل ما اهخلص بدي ااجي اكبس على page اخليها محل هاي و اجي اخلي هاي الثمبلت نفسه control s اطلع بره مية متى صار عندي تمبلت رايت وتمبلتليفت هاسه لما تجي انتلى قدام راح تيجي شو تسوي اذا بدك نصيح تعمله احساب تشو اذا بدك نصيح تعملهم وقالت واسحب لي اياهم لهون راح تلاقي في معك مشكلة مو حلوة صارت معك اللي هي انه صار يطلع كوبي بعد اسماءهم كوبي 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 انت ما بدك كلمة كوبي عشان انت تساعدك انه لما تيجي هون تكتب ثري هون تيجي تكتب فور ما يطلع لك كلمة كوبي فاذا بدك هاي اللي ترك ما يطلع لك كلمة كوبي نشطب هاي الاشياء القبل نروح على اللايرز بعدين راح نروح على من اللايرز ونتأكد من خيار ممفعل بعد ما نعمل هاد الاشي لما نصير ننسخ اي ارتبورد ننسخ اي لاير ما راح يطلع لك كلمة كوبي فهذا الاشي راح يساعدني انه هون لما اجي ارتب راح اجي اسمي هاي الكلمة ثري راح اجي اسمي هاي الكلمة فور و كما أنتم ملاحظين الصفحات الفرديات يأتي على الآخر و صفحات الزوجيات يأتي على الآخر بعد ذلك سأجيب صور من الصور اللي عندي إياها للمشروع أي صورة كانت ما بتفرق عندي سأجي نحكي هذه الصورة الحلو أن عندما أجيب هذه الصورة سأأتي أن تأتي هنا على 6 سأأجي أن أجي أن أجيها على 5 اجي نقلها على one double click عليها او انتر عشان تنتقل معي على one اتأكد انها الصورة هون مية بالمية لو انا اجيت مسكتها ووديتها هون لحال الفوتوشوب رح ينقل ليها على الارت بورد رقم اثنين وهاي الميزة كثير حلوة وكثير اساسية بادوبي فوتوشوب طبعا خلينا ارجحها هون اذا بدي ايها الابياضي بيّن رح اجي اعملها مالتيبلاي مية بالمية واجي احط هون الكونسبت والحاكي تبعي اكمل بعد هيك لو اجي انا ادخل كمان صورة مثلا اجي عندي اياها من هون طبعا تقدر تدخلها هيك تدخل ازا smart object وبتقدر تفتحها بيتاب جديد بالفوتوشوب وبعدين ادخلها تمام تمام كنترول تي واكبرها شوي صغيرة تمام الحلو كمان بشغلة صغيرة انت ممكن تدمج بالصفحات طلعوا هاي الترك انا مثلا بدي هاي الصورة تبين نصها هون ونصها التانية بصفحة التانية فرح اجي انا اعمل سلكشن عليها كنترول اكس انتقلت للصفحة البعديها كنترول شفت في اللي هي بيست بنفس المكان اللي عمل كت منه فهون انت عندك لما تشتفتح الصفحات رح تلاقي صورة البروجكت مقابل بعض خاصة ما تشترفها على اي موقع كان عندك يا لو اجي هون على هاي الصفحة مثلا انا بروح بكبس كليك عليها بفعلها وبروح بحط عليها صورة طلعوا كيف مثلا يجي نحكي هاي الصورة حلو كتير اكبرها اوديها هيك اشي وبتكتب عليها انت اي اشي بذكية وزي ما حكتلكو هاي الصورة اذا بالذكية هتطلحها بره بقدر تخليها بره هون ما بتنطبع ما بتطلع مع البي دي افس بذكية هتطلح هون فهذا الاشي كتير حلو بقدر من هاي الصفحة اعمل نيو لاير واصير اخربش هون مثلا احط النوت ستاعوني اكتب انه مثلا هاي flip او whatever كان بدي هون بخربش ما بيطلع هذا الاشي عندي اياه بس اعمل export نكمل طيب سيف اذا انا بدي اغير ال page template او whatever كان بدي زي ما حكتلكو بتفتح على اي page template سواء right او left وبتغيرها وبما انه حكتلكو انه left غير عن ال right فهذا الاشي راح انه يساعدني اني انا افتح template تبعت ال right اجي اغيرها مثلا اجي اكبس double click اخليها لون اخضر lime اوكي لما اجي اكبس ctrl s هون راح يتغير بس ال right فانت بتضطر انك تغير left وال right كل واحد مرة تانية مش عاجبني اللون فبقدر اكبس ctrl alt z ctrl s من اول جديد عشان يحفظ هذا اللون مع بعض تمام فاي اشي عنكو متغير متغير ما بيكون اذا smart layer و template خاص فيه بيكون بره ل smart layer فممكن هاي شط انا اغيرها فانا بحطها بره ل smart layer template بس مثلا ارقام الصفحات متغير كل صفحة الها ارقام صفحة شكل فانا ما بحطها جوة template عشان كل مرة اغير يتغير على كل الصفحات لا كل صفحة الها تكست جديد عشان يكون عنده متغير طيب سيف انا عاجي هون خلصت اموري بعد ما اخلص طعا بتقدر تضيف template artboard قد ما بدك بعد ما تخلص تمام بعد ما تخلص راح تروح على export سيف هادول شو وضحهم راح يطلعوا معي بوستر كبير ولا راح يطلعوا file ولا راح يطلعوا bdf ومنسقوا اموره تمام تعال نشوف شو ممكن احنا نسوي بهاي الامور اذا رحت عقائمة file في عندك من file export عندك انك تخلي الارتبورد يطلعوا بفايلز وهي خاصية كثير حلوة نجنك بس عليها فانت ممكن تنكي انو الفايلز تطعونك يطلعوا وين ما بتحب مثلا انا بدي destination يطلعوا مثلا ب documents مثلا بدي يطلعوا ال prefix تباحهم يعني الاسم الاول تباحهم مثلا يطلعوا اه اس سيف اسميرات مثلا بي بورتفوليو هضا البريفكس تباحهم بعدين انا بدي الاورلابينج اريا انو اذا في اوورلابينج نجي نحكي file types بدي ايه جي بي جي واكبس رن فراح يجي يعمل لي استسييف لالهم ازا جي بي جي بي جي بي جي بي جي بينما لو انت بدك ايهم فايل بي دي اف واحد فراح تروح تحكي له فايل بدي اكسبورد وارتبوردز تو بي دي اف نيجي هون على ارتبورد تو بي دي اف نفس الاشي رح نيجي نحكي له مثلا انا بدي اها اه بالدوكومنتس رح اجي اسمي فايل جديد اسمه ارتبورد اه فوتوشوب انتر اوكي رح اجي هون على اسمه رح يكون انا مثلا بدي البريفكس طبعته يتكون اسمها او ايربان افنيو وات ايفر كان بدي رح اجي هون ديروا بالكم من هاي الخيار اللي هي ارتبورد ولا انا بس بدي الارتبورد يطلع معي ما بدي الصور اللي كنا نخربش عليها ونكتب تكست عليها فانا بس بحكي له بدي ارتبورد كونتنت اونلي ديروا بالكم من شغلة تاني انا واقف على الصفحة السادسة رايت اذا انا خليت الارتبورد رح يطلع لي بس هاي الصفحة انا رح اشيل هذا الخيار عشان يفعلي كل الصفحات اكسبورتنج فالخيار هذا جيد اذا انت كان بدك تعمل مثلا اكسبورت لاخر ثلاث صفحات او اول صفحة اذا كفر فوتو او كفر آلبوم طب بعد هيك انا رح اجي هون على الابشنز دير بالك من هذو الابشنز زي مالتي بيج دوكومنت اللي هي رح تطلع لك كل الصفحات على بدي اف واحد بينما دوكومنت ارتبورد رح تطلع لك كل صفحة على بي دي اف لحال فهون النتيج رح يطلع عندي ستة بي دي اف بينما مالتي بيج دوكومنت رح يطلع عندي بي دي اف واحد فيه ست صفحات الانكودينج انا زي ما بتفضله او الجي بيج ينضغط اكتر الكلتي زي ما بتكوياها طبعا حسب كل بروجيكت ما تنسوا الخيار تبع رسيرف بيج اوردر لما تيجي تعمل اكسبورت رح يطلع لك من وان تو ثري بينما لو كنت انت بتعمل عربي فرح يكون عندك العكسة رح تكون مبلش فلما تكون تعمل بالعربي ديزاين بالعربي فانت لازم تكون مفعل خيار ريفيرس بيج اوردر يعمل لك اليمين هي اول صفحة واليسار صفحة الثانية والبعدها صفحة الثالثة عكس الانجليزي تمام هون رح اجقك بالرن والفوتوشوب لحاله رح يعمل لي هاي الاشي مية بالمية طبعا تعتمد على صورة الجهازك تعتمد على الفايل وحجم الفايل بامور الاكسبورت زي ما انتو عم بتشوفو حاليا الفوتوشوب عم بيحول لكل صفحة حاليا لفايل بي دي اف اوكي وبيدمجهم ببعض اذا ميرجد فايل بي دي اف واحد مية بالمية فهو اذا انت شايفين هسا بها هسا الفايل البعدي رح اروح هون رح اروح افتح على صفحة ارتبورت وفوتوشوب واستنى الفايل لحديد ما يخلص زي انتو عم بتشوفو خلص هون عندي مسج ارتبورت وبي دي اف واز ساكسسفول دير بالك اذا المسج طلع لك واز ان ساكسسفول بيكون في عندك مشاكل بالفوتوشوب تمام ارجح هون الاقي ايربان افنيوز اكبس دبلي كليك مية بالمية زي انتو شايفين فايل مرتب ست صفحات بقدر اني افتح اشوف كل صفحة كيف ان عملت وهذا الاشي رح يصير جاهز اني اسلم مشاريعي فيه ان شاء الله يكون الدرس مفيد لالكو اي سؤال بتكيها بتقدروا تتواصلوا معي انتو عارفين وان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة